عرفة الملابس كان فيها مشاكل عندكم؟ هل رحيل شريف إكرامي؟ هل بتعد حسام عشور سبب لكم مشاكل؟ كما تعلم عندما يكون هناك لعبون مثل شريف إكرامي وحسام عشور ورمضان صبحي عندما يغادرون بالطبع تلك الأمور سوف تخلق مشاكل وتخلق شائعات لأنهم من اللاعبون الهمون بالنسبة للنادي ولكن النادي بالطبع كان لديه بعض الشكوك أن هؤلاء اللاعبون يمكنهم الرحيل في وقت لأنهم لعبون كبار فهناك العديد من اللاعبون الذين غادروا أندئتهم مثل زينة دين زينة غادر يوفنتس في يوم من الأيام فهؤلاء اللاعبون من اللاعبون من اللاعبون القبار لازم أسألك عن غرفة الملابس أساس النجاح لأي فريقها غرفة الملابس هل بدأت المشاكل تدب في غرفة الملابس في النادي الأهلي في الفترة الأخيرة وده اللي أثر على الشكل والمردود العام؟ لا أعتقد أن ذلك الأمر كان سبب مرضود سيء فعندما يكون اللاعبون أصدقاء داخل غرفة غير الملابس ويكون لديهم قائد هو من يوجههم ذلك الأمر هام جداً من نسبة لأي فريق وكما تعلم فأنت كنت لاعب من قبل فهناك لعبون يغادرون النادي وهناك آخرون يأتون وهناك لعبون يقومون بتنظيم الفريق وهي أمور هامة بالحياة بس أثناء ثلاثة من أكبر اللاعبة حسام عشور كابتن التيم شريف إكرامي أحمد فاتحي كاباتن التيم وبالتالي الناس حست أنه فيه هزة لغياب الأثنين التقال شريف وحسام عشور وأحمد فاتحي على وشك الرحيل يعني هذا أمر ماضح ولكننا لا يمكننا أن نمنع مثل تلك الأمور لأن هناك العديد من الأسباب التي تدفع اللاعبون للرحيل وكما قلتم بالطبع هم من ثلاثة لعبون هامون في تاريخ الأهلي ولكن من المهم أيضا أن كنا أن نرى من سوف يقوم بإدارة الفريق من اللاعبون وسوف يمسك بزمام الأمور